اهلا بحضركم في تغطية خاصة حول تفاصيل عقد جلسات مباحثات بين وزير الخارجية سامح شكري ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني وبمقر وزارة الخارجية أصدر الجانبان بيام مشترك في ختام الاجتماع الذي عقد منذ قليل بين وزير الخارجية سامح شكري ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية بدولة قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني وتمنى الجانبان المصري والقطري المستوى الذي وصلت إليه العلاقات الثنائية بين بلدين الشقيقين وعودتها إلى وضعها الطبيعية وأصلها المتيل أيضا ذكر البيان المشترك أن الاجتماع تناول العلاقات الثنائية بين بلدين الشقيقين وأهمية تعزيز التعاون والتنصيق بينهما في المجالات المختلفة وأشهد الجانبان بعمل أعضاء اللجانة الثنائية المشتركة المنبثقة عن بيان العلا واستكمالها لأعمالها في أجواء سادتها المهنية والروحة الأخوية والتي تم من خلالها التوقيع العدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم وأيضا التوصل للتوافق بشأن الموضوعات المدرجة على جداول أعمالها بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين أعلن الجانبان عن قرارهما بتشكيل لجنة مشتركة برئاسة وزيري الخارجية بالبلدين الشقيقين بهدف التشاور المستمر وتعزيز التعاون والتنصيق في المجالات كافة وقال وزير الخارجية القطري أن العلاقات المصرية القطرية في تطور مستمر وتجاوزنا المرحلة السابقة التي شابتها بعض التوترات بقلوب منفتحة ونظرة مستقبلية بما يصب في مصلحة البلدين أو بلدين وشعبين وأشار إلى أن أفاق التعاون واسعة سواء فيما يخص توسيع الشركة الاقتصادية بين البلدين وتعزيز التواصل بين البلدين والشعبين وكذلك التواصل على المستوى السياسي مما سيكون له إنعكاساته الإيجابية على العمل العربي المشترك من خلال تبادل الأراء إزاء القضايا المختلفة من جانبه أكد وزير الخارجية القطري على أهمية الدور المصرية المحورية في المنطقة العربية مشيرا إلى أن بلاده ستكون دائما داعمة لتعزيز هذا الدور وترسيخ الاستقرار في المنطقة ومن جهة أخرى قال وزير الخارجية سمح شكري أن لدينا تموحا كبيرا وانفتاحا كاملا ونتطلع إلى ما هو راسخ من علاقات بين الشعبين والأفاق سواء كانت في الإطار السياسي أو التعاون الاقتصادي وكل ما له فائدة للبلدين والشعبين وتعزيز كل الأليات القائمة سواء كانت الثنائية أو في إطار علاقات مصر مع دول مجلس التعاون الخليجي أو الجامعة العربية إذن إلى هنا مشاهدين ومتابعي شاشة التلفزيون اليوم السابع تكون قد انتعت هذه التغضية شكرا لكم وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر